تعالوا دلوقتي الروح للقاء آخر مع الكاتب الصحفي ياسر عبدالعزيز على هامش جلسات الحوار الوطني الذي مزال منعقد ومستمرة فيه على انعقاد حتى الخروج لمخرجات نهائية تكون بمثابة خارطة طريق للجمهورية الجديدة الحوار الوطني هو حالة مجتمعية وسياسية مطلوبة وملحة وهو أيضا يعكس ضرورة سياسية معينة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد وأيضا أن تصور أنه اقتراب سياسي زكي جدا لأنه هيؤدي إلى أن يجمع كل أطراف العمل السياسي والابتماعي والثقافي في مصر على مائدة واحدة وكما رأيت فإنه الأسقف عالية وبالتالي من الممكن جدا أن نخرج مجموعة من الأفكار ومجموعة من المقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير سياسي حقيقي لكن كل هذا الأمر طبعا يتوقف على أن مخرجات هذا الحوار والجد منها والضروري والذي يمكن أن فعلا يصب فيه تعزيز المصطحة العامة يمكن أن يلقى قبولا وتفعيلا من خلال القيادة السياسية وهذا الأمر أعلنته القيادة السياسية وتعهدت بالالتزام به وبالتالي فما ذال التفاؤل موجودا طيب دكتور راسل لو تحدثت عن محور اليوم وتحدث عن المحور السياسي الحريات العامة والتمثيل النيابي وعدد أعضاء المجلسين المنتخبين كيف تبعت البعض الذي جرى من الجلسات؟ نعم ما تبعته في الواقع هو درجة عالية من الإحساس بالمسئولية أتصور أيضا درجة عالية من القدرة على الطرح ولم يكن تقريبا هناك شيء محزور خصوصا حينما تم الحديث عن الانتخابات الرئاسية والجوانب الإجرائية فيها واللغة الذي أثير على جانب ما ستجرى قبل نهاية العام أم في العام المقبل والأوضاع القانونية والدستورية التي تحكم هذا الإطار وسمعت كل أطراف الموجودة قالت أراءها في هذا الموضوع بصراحة وبشكل واضح أتصور أن كما قلت سابقا أن الموضوعات التي تناقش هي فعلا التي تعكس الأولويات الحقيقية على الحالة السياسية المصرية وأتصور أيضا أن هذا النقاش يتسم بدرجة من الإيجابية ومن التشارك والموضوعية وأتصور أن الأخذ بهذه التوصيات أو المخرجات ضرورة ولا يمكن أبدا أن يفعل الحوار الوطني أو يكون له الأثر الذي نرجوه جميعا إلا من خلال التعامل مع مخرجاته بدرجة عالية من الجدية وهي نفس الجدية التي أبداها المشاركون طيب يمكن كان أكد على نفس المضمون ونفس المنطلق المنصق العامة دكتور ديارة شوان وقال أن هناك التزام حقيقي من كافة العملية الحوارية المستمرة حتى هذه اللحظة وأيضا هناك استجابة قوية من كافة القوى بالإضافة إلى أن مخرجات الحوار القيادة السياسية هناك تجاوب كبير يعني حتى هذه اللحظة هذا الأمر يبدو أنه جاد حتى هذه اللحظة الأطراف التي تشارك أتصور يعني استمعت أنت كنا نسمع سويا كان نقيب الإعلاميين بيتحدث ونقيب الصحفيين بيتحدث ربما من منظورين يعني مختلفين بعد شيء لكن كل منهما ألقى بما لديه وقال ما يتصور عن علاقة مثلا حرية تدول معلومات بالنطاق الإعلامي ونطاق الصحفي وبالتالي أتصور أن هناك فرص واضحة لطرح مسائل ربما شائكة ربما خلافية ربما أيضا كان مسكوتا عنها أو لم يتحدث عنها أحد منذ سنوات وبالتالي لدينا فرصة حقيقية حينما أعطى الرئيس الإشارة الإيجابية بتبني فكرة التزام الشراف القضائي في موضوع الانتخابات الرئاسية وهذه دعوة كانت صادرة عن الحوار هذا يمثل بادرة إيجابية لكن ما ننتظر وما نرصده ونتابعه هو هل هذه المخرجات ستواجه بنفس القدر من العناية والتفاعل من القيادة السياسية ومن المؤسسات المعنية بالتشريع هذا هو ما سنرى في الأيام القاضية